هكاية تارية دايما نكلمك على حراس مهرمى الزمالك عودت دلوقتي أتقلق وصبحي بعيد صبحه مصاب طبعا بعيد للإصابة بس مين اللي مكمل مع الزمالك ومين اللي ماشي أنا كان في أخبار ترددت في الساعات الأخيرة أن صبحي في مفاوضات مع الأهلي مع الأهلي مع الأهلي أتكلمت مع صبحي مباشرة بعد الموضوع صبحي رغبته الأولى البقاء داخل نات زمالك أيها يعني صبحي أنا عارف أنه عنده عروض واتكلمني فيها قبل كده ولكن هو رغبته الأولى البقاء داخل نات زمالك إذا نات زمالك عنده النية أنه يجدد لو الزمالك عنده نية يجدد لصبحي صبحي مش هيمانع في موضوع التجديد بالعكس هو عنده رغبة كبيرة جدا أقولك حاجة على مدار ما اشتغلت يعني عدد سيناء عمر في الأعلام يعني أنا عايزك تقولها كل اللاعبين اللي من الزمالك اللي راحوا لأهلي لما كنت بسأله قبل ما يروحوا لأهلي يقولي أنا رغبته الأولى البقاء في الزمالك كل اللاعب اللي مشي في الزمالك كانوا بيقولولي أنا رغبته الأولى أفضل في الزمالك عادة دي بتبقى الجملة الشهيرة مش بقولي أن محمد سبحي بأعكد أن محمد سبحي أقول أنه مفضل ما علىه بس الجملة دي اللي هي إيه مش يعني تمام أنت رغبته الأولى تكمل مع الزمالك تفهم نيه نهاية الموسم أنا بحب الحتة دي جدا وأنا نفس الكلام بيحصل سمعتها كتير سمعتها كتير جدا يعني بس أنا بقولك بناءا مش على حتى مصدر غير معلوم يعني دي أنا بقولك بمطقة الصراحة صبحي نفسه قال لي أنه رغبته الاستمرار مع ناة الزمالك وأن تحت أمر النادي في أي شيء يطلبه يعني أنا قلت لك صبحي عواد من الناس للإدارة إدارة زمالك تتكلم معهم بعد ناة الكنفدرالية على تجديد العقود حيلا ترجمة نانسي قنقر